اشتركوا في القناة الاكثر مصداقية لتسوية هذا النزاع المفتعل جاء ذلك في بيان مشترك وقعه وزيراء خارجية البلدين بالرباط انطلاق النسخة الثانية من يوم الامن السيبراني نسخة يشارك فيها مختصون ومهتمون وطنيون ودوليون وشركات خاصة وعامة وخلالها مناقشة لاولويات المغرب في مواجهة التهديدات الالكترونية خلال عام 2025 بمراكش افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من الملتقى الوطني للسياحة مناسبة يلتأم خلالها مهني والقطاع من اجل تدارس اوضاعه واستشراف مستقبل الترافع عن مصالحه مع تعزيز التواصل والتعاون مع مختلف شركائه اهلا بكم من جديد بمناسبة الدورة الحادية والعشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش التي ستنطلق فعالياتها غدا 29 نومبر الجاري الى غاية 7 دجمبر المقبل اكد صاحب السمو الملكية الامير مولاي رشيد رئيس مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في كلمة منشورة على الموقع الالكتروني الرسمي للمهرجان انه منذ نشأته في شتنبر من سنة 2001 استطاع المهرجان الدولي للفيلم بمراكش ان يستقطب المع نجوم السينما العالمية معززا بذلك موقع المغرب كوجهة بارزة للانتاجات الاجنبية الكبرى ومساهما في الدينامية التي تشهدها الصناعة السينمائية الوطنية تنمية لمواهبها وانه تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ابان تأسيس المهرجان على الالتزام بدعم المواهب السينمائية الشابة والمئات من حاملية المشاريع وتشجيع بروز جيل جديد من السينمائيين وأكد صاحب السمو الملكي أن هذه التجربة التي ستكون لا محالة مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة تعتبر استمرارا للتطور الذي تشهده الصناعة السينمائية ببلادنا حيث بلغ عدد الأفلام المنتجة السنة الماضية 34 فيلمان ومشاهدين في إطار الدينامية الدولية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لدعم سيادة المغرب على صحرائه ومخطط الحكم الذاتي أعربت هنغاريا عن دعمها للجهود التي تبدلها المملكة لحل قضية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي المقدم عام 2007 معتبرة إياه الأساس الأكثر مصداقية لتسوية هذا النزاع هنغاريا أشهدت أيضا بالمبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي كما جددت التأكيد على دعمها لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحادي الأوروبي هذه المواقف تضمنها بيان مشترك تم التوقيع عليه عقب لقاء جرى اليوم بالرباط بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا ونظيره الهنغاري بيدرو سيارتو والتقرير لنا والقراري ومحمد توانينا والمهدي كاركشو العلاقة بين المغرب وهنغاريا تمر بأحسن مراحلها ثقة متبادلة وتعاون وثيق وتطلع طموح نحو جعل الشراكة بين البلدين نموذجية وبيدابيس تعزز الزخم المتواصل الذي تشهده القضية الوطنية وتدعم مجددا سيادة المغرب على صحرائه ومخطط الحكم الذاتي نطلب دائما من الأمم المتحدة التحل بالشجاعة اللازمة للاعب دور ريادي في حل النزاح حول الصحراء المغربية وبدون أي نقاش نقول إن المبادرة المغربية بشأن الحكم الذاتي يجب أن تكون أساسا للحل وهنغاريا تشيد بالمبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في نوفمبر من السنة الماضية البيان المشترك الذي أعقب المباحثات الثنائية أشار إلى أن البلدان أكد على أهمية الأمن والازدهار في منطقة الساحل ورحب بمبادرات كل منهما لتوطيد الاستقرار وتحسين الوضعية الاقتصادية وتعزيز الربط في المنطقة وجددت هنغاريا التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي إلى غاية الحادي والثلاثين من دجمبر القادم التأكيد على موقفها الثابت الداعم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتزامها للعمل على خدمة مصالحها من خلال تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون مع المغرب ليشمل مجالة جديدة حجم الشراكة التجارية يتعزز ويتنوع في مجالات متعددة ويتم كذلك بالإضافة إلى قوة التبادل التجاري يكون هناك حضور الاستثمارات الهنغارية في المغرب ومن المغرب إلى القارة الإفريقية منذ السنة الماضية أصبح المغرب الشركة الأول لنا في إفريقيا المبادلة التجارية بين بلدين وصلت إلى 400 مليون أورو حيث تضاعفت إلى خمس مرات في مجالات عدة والاستثمارات الهنغارية ستجد الفرصة الآن لإنجاح وتوسيع عملها بالسوق المغربي وسنسعى لتوسيع شراكتنا الثنائية في مجالات أخرى ويندرج هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات كما يجسد ذلك انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة الخامسة في أكتوبر الماضي والتي تمثل خطوة أساسية في تعزيز العلاقات الثنائية وتمهد الطريق أمام أفاق جديدة للشاركة الاقتصادية ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من العيون السيد عبدالوهاب الكاين رئيس منظمة أفريقا واتش ونائب منصقة تحالف المنظمات غير الحكومية غير الصحراوية مرحبا بك سيدي إذن الدعم القوي الذي عبرت عنه هنغارية على لسان وزير خارجيتها مرحبا نترح الحكم الذاتي باعتباره بدون نقاش الأساس لإيجاد حل لقضية الصحراء ما الرسائل التي يبعث بها هذا الدعم الأوروبي الجديد إلى المجتمع الدولي في إطار الدينامية الدولية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم سيادة المغرب على صحرائه نحن نعتبر في تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية أن البيان المشترك الموقع بين وزارة الخارجية المغربية ووزارة الخارجية الهنغارية ما هو إلا تتوجه للعديد من الخطوات الدبلوماسية المغربية الرامية إلى تثبيت الحقوق الشرعية والتاريخية والقانونية للمملكة المغربية في السيادة على صحرائه هذا من جهة من جهة ثانية أن المملكة المغربية كرست بما لا يدعو مجالا للشك يعني تعدد الشراكات وقوتها وصلابتها في علاقة بالشركاء الآخرين سواء كانوا إقليميين أو دوليين أو وطنين المملكة المغربية أكدت وبصمت مرة أخرى على أن المسألة لا تتعلق بعلاقات ثنائية بل تتعلق باستراتيجية متبصرة لجلالة الملك محمد السادس في إدارة العلاقات الدبلوماسية المغربية مع كل الشركاء وكذلك إرصاء قاعدة صفر مشاكل مع كل الشركاء والجيران لربح معركة السيادة على الصحراء ثم كذلك لإقناع المجتمع الدولي بوجاهة وصدقية مقترح الحكم الذاتي القاضي بتدبير صحراوي لشؤونهم على أرضهم دون مشاكل مع الآخرين طيب موقف هنغاريا ينضاف إلى مواقف دولية أخرى كقرار بانما الأخير بتعليق اعترافها بالجمهورية الصحراوية الوهمية ومواقف قوية أخرى من أمريكا اللاتينية أو البلدان الأسكندنافية وكذلك القوى الكبرى كفرنسا، إسبانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية إلى أي حد أستاذ يدفع تزايد الدعم الدولي لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي نحو حسم هذا الملف بالنسبة لحسب الملف يتعلق بإرادة المملكة المغربية هل هي متوفرة في دعم المصار إلى تحقيق حل يرضي كافة الأطراف أم لا؟ الإرادة الملكية السامية في حال حالة هذا المشكل موجودة وقوية وصلبة وعلى أساسها تتم تعامل دبلوماسيا المغربية مع الأطراف الأخرى الأطراف الأخرى، رسالة جلالة ملك كانت واضحة هو أن التعامل مع المملكة المغربية أو خلق شراكات لا يجب أن ينبني إلا على قاعدة رؤية مغايرة للصحراء باعتبارها إقليما مغربيا وليس شيئا آخر وبالتالي أي تشاركية بين المملكة المغربية والأطراف الآخرين يجب أن يتم من هذا القاعدة ومن هذا المنظر لكي يحل السلام والأمن في منطقة شمال إفريقيا اعتباراً لاستمرار بعض الأطراف في عرقلة هذا النزاع المفتعل السيد عبد الوهاب الكاين رئيس منظمة أفريقا واتشوى نائب مناصق التحالف المنظمات غير الحكومية غير الصحراوية نشكرك على كل هذه التوضيحات ومشاهدين إلى طنجة التي تتواصل بها لليوم الثاني فعاليات منتدى ميضايز الدولي في دورته السادس عشر المنتدى يطرح مواضيع جيوسياسية آنية تتعلق بسيادات وقدرات الصمود نحو توازن عالمي جديد نادي المودن خديجة الجمالي وعمر إيت عيسى جلسات نقاش تواصلت لليوم الثاني على التوالي طرحت جملة من المحاور الجيوستراتيجية ومختلف التحديات والفرص التي تواجه إفريقيا وبلدان الجنوب ومدينة طنجة باحتضانها لهذا الحدث تكسب رهانة تحديات عدة وتحولها إلى أمل جماعي المغرب يقدم لنا اليوم ومنذ ست عشر سنة أرضية حقيقية للنقاش والحوار حول جملة من القضايا الراهنة والمحورية إنه منتدى للحقيقة حيث النقاش حقيقي متمر يقدم حلولا واقتراحات لتجاوز الأزمات الحالية لتجاوز الأزمات الحقيقية لتجاوز الأزمات الحقيقة من أجل التقدم والمناعة والازلها منتدى ميديز في نسخته السادسة عشرة هو الإطار الأنسب لمقاربة استراتيجية مشتركة في مشهد جيوسياسي متغير وفي ظل جهود حثيثة للمملكة المغربية بدعم التعاون جنوب جنوب منظومة صناعات السيارات ببلادنا تتعزز بافتتاح بنية صناعية جديدة بسلال مجموعة فورفيا المتخصصة في صناعة السيارات ومن المرتقب أن تفتتح الشركة وحدة صناعية تعتبر هي الرابعة على الصعيد الوطني غدا بمدينة القنيترا كوثر أبو تير وعبد الرحيم في لول من حلم التصنيع إلى واقع التمييز قطع صناعة السيارات بالمغرب آخذ في التوسع والتقدم وها هي شركة فورفيا المصنفة كسابع أكبر مزود عالمي للتكنولوجيا السيارات تفتتح وحدة صناعية جديدة لها بالمملكة بمدينة سلا كما ستفتتح وحدة أخرى بمدينة القنيترا كثاني مصنع لها بذات المدينة ورابع وحدة على الصعيد الوطني هذا مصنع اللي غيشغل إن شاء الله فأفق ألفين وسبع وعشرين كتر من ألف وربعمائة كفاءة هنا يا فسلا كان أيضا مصانع أخرى ديال هاد المستثمر في المغرب اللي عنده تيقى كبيرة في بلادنا غتمكننا أيضا من تقوية هاد المجموعة مشيغل هنا يا فسلا ولكن أيضا في قنيترا توسيعات مصنع اللي غيشنغدها إن شاء الله واللي غيشغلتها هو ربعمائة وخمسين كفاءة إضافية الشركة التي حطت الرحالة أول مرة بمدينة القنيترا عام الفين وثمانية استشعرت القدرة التنافسية والمناخ الاستثماري القوي الذي يوفره المغرب في مجال صناعة السيارات طيلة ستة عشر عاما تشاركت فور فيا مع المملكة طموح الجمع بين الابتكار التقني وخلق فرص عمل تقدر اليوم بأربعة ألاف منصب شغل مباشر المرحلة جيدة في الوجود مجموعة فوريسية في المغرب تنشن اليوم المصنع الثاني ديالنا بتكنو فوريس بسلا التي تتخصص في صناعة كارسة السيارات ون شاء الله الزبناء ديالنا الجدد اللي كيين بأوروبا وغدا إن شاء الله غدين حساب له بتتجين أخو تركز الشركة على تصنيع أخطية السيارات وإنتاج لوحات القيادة وألواح الأبواب وتجهيزات السيارة الداخلية بالإضافة إلى التجميع النهائي لأنظمة معالجة انبعاثات العوادم توسعها داخل المملكة عبر مصانع كبرى يؤكد تطور المغرب كوجهة استثنائية لصناعة السيارات ويبرز دور المملكة كقوة صاعدة في الصناعة بفضل بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي كبوابة لأوروبا وإفريقيا في حال آخر تنطلق النسخة الثانية من يوم الأمن السيبراني تحت شعار من المرونة إلى التسريع ما هي أولويات المغرب في مواجهة التهديدات الإلكترونية خلال 2025 هذه النسخة يشارك فيها مختصون ومهتمون وطنيون ودوليون وشركات خاصة وعمة التفاصيل مع فتنة بوت ومحمد شكير نخبة من الخبراء وصناع القرار والباحثين يلتأمون في النسخة الثانية للأمن السيبراني لبناء مرونة سيبرانية للمستقبل عبر مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المغرب باعتبار الحدث منصة للتفكير المشترك والتعاون والتكهيف مع التطورات المتسارعة لتحويل التحدية السيبرانية إلى فرص نحن نكتبون منصة للح сделали يريدون الهمية خاصة للبرمج وتكوين وكذلك الأهمية للتوائية ديال الشركات الكبرى وحتى الصغرة لنقبل البرمج والأنظمة اللازمة التي تتحميهم من هات الأفات للصيبات السيبرانية المطلوب هو تقاسم التجارب التي يسمح لنا لكي يكون لدينا واحدة تكوين أو واحدة معرفة في المجال وهذا الملتقى مجموعة فيه مجموعة من الخبراء لكي يتقاسموا هذه الخبرة برنامج الدورة يتضمن جلسات نقاش وورشة عمل وجلسات للتواصل وتبادل الخبرات للتعرف على أحدث التقنيات وتسليط الضوء على المجالات التي تتطلب تركيزاً أكبر في ظل الاعتماد أكثر على البيئات السحابية وأنترنت الأشياء والتقنيات الصناعية والدكاء الإصطناعي المغرب يتواجد على عتبة عهد جديد في مجالية التحول الرقمي والأمن السيبراني هو مفتاح أساسي لتأمين العمليات الرقمية ونحن مشارك في هذا المؤتمر كمصممين وخبراء وشركاء كذلك لتأمين البنيات التحتية وإيجاد الحلول للبيئات السحابية بالمغرب فأشغال الدورة الثانية من الحدث ونقاشاته ينتظر منها الإجابة عن كيفية تمكين الشركات المغربية من وضع استراتيجية مارنة للأمن السيبراني لسنة 2025 في ظل التهديدات المتسارعة خاصة مع ظهور الدكاء الإصطناعي التوليدي ومن الدار البيضاء ينضم إلينا مباشرة السيد نوردين عسام عن اللجنة المنظمة مدير تقني لشركة متخصصة في الأمن السيبراني مرحبا بك سيدي وبداية حدثنا عن خصوصية هذه الدورة وجديدها أولا شكرا على هذه السيطافة تتمييز هذه النسخة هذه من سيبر سيكوريتي دي هي النسخة الثانية تتمييز بتركيز على الأحدث التطورات في المجال الأمن السيبراني حين أن هذا المجال يجهل تطور مستمر والهدف الرئيسي من هذه النسخة هو تقديم المعلومات الأكثر حدثة حول التهديدات السيبراني وكيفية التعامل معها طيب تجربة مهمة راكمها المغرب في مجال الأمن السيبراني لكن ما هي أولويات بلدنا في مواجهة التهديدات الإلكترونية خلال عام 2025 كيف تتعرفوا؟ يعتبر المغرب من بين دول المستهدفة الأولى في إفريقيا بحكم الموقع الجغرافي وبحكم هيمنته لإفريقيا ودوليا في مجموع المعجلة الاقتصادية وكذا مجالة الرقمنة مما يعزز أهمية تسلح من أجل مواجهة التهديدات السيبراني المتزيدة من خلال حماية القطاع الحيوية من القطاع الصحة والبنوك وتعزيز القدرة التقنية والبشرية عامل التضريب متخصصين في المجال الأمن السيبراني سيد نوردين عصام عن اللجنة المنظمة لملتقى الأمن السيبراني مدير تقني لشركة متخصصة في الأمن السيبراني شكرا على كل هذه الإضاءات كنت معنا مباشرة من الدار البيضاء ومن الأمن السيبراني إلى مجال السياحة ووجهتنا مراكش التي افتتحت بها فعاليات النسخة الثالثة من الملتقى الوطني للسياحة مناسبة يلتأم خلالها مهني والقطاع من أجل تدارس أوضاعه واستشرف مستقبل الترافع عن مصالحه مع تعزيز التواصل والتعاون مع مختلف شركائه سمية بالعياشي ومحمد حسن مسكور الإشكالية التي يعيشها قطاع النقل السياحي تطوير المنتوج الذي يقدمه هذا القطاع والرقي بشغيلته وشركاته محاور ترتكز عليها الاستراتيجية التي عملت الفيدراليا الوطنية للنقل السياحي على إعدادها والتي تطمح أن تشكل أرضية لعقد المناظرة الوطنية للنقل السياحي بالمغرب كما تعرفوا أن النقل السياحي هو قطاع فاعل في النقل الأشخاص في المغرب نحن كوزارة نواكبهم في الاختصاصات الموكلة لنا كوزارة النقل باختيارها لشعار رؤية جديدة لقطاع النقل السياحي على ضوء الاستراتيجية الملكية ورهانة التنمية اختارت الفيدراليا فتح مرحلة جديدة من برنامج عملها والذي يروم تعزيز قدرتها الاقتراحية في علاقتها مع مختلف المؤسسات الرسمية بناء على رؤية استباقية لتعزيز مكانة القطاع وتحصينه وتقويته ماليا وتنظيميا في أفق المحطات العالمية التي تستعد بلادنا لاحتضانها التحديات هو بطبيعة الحال تحديد القطاع ديال النقل ووضعا بأنه المهنيين ديال القطاع غادي يعطيكم المستجدات في القضية هذه لأنه الواجهة هذه المغرب هذه بطبيعة الحال ولابدأ من يكون مواكبة كيفما كان مواكبة ديال تحديد المنية الفندقية والتحتية والمطارات إلى غير ذلك لازم ما هذا القطاع هو يكون المواكبة ديره في تحديد ودعات الفيدرالية واحد لخطة الطريق من أجل وضع سياسة واضحة وخطة طريق لتتوضح توجهات لعدي تقوم بها من أجل الرفع من تنافسية القطاع وتطوير الخدمات لكينة الفاد القطاع وكذلك وضع استراتيجية رقمية من أجل تسهيل لولوج الخدمات ديال السياحة الملتقى يعد مناسبة كذلك لطرح خطة خارطة طريق تقوم على تتمين الوجهات السياحية التقليدية وتعزيزها وخلق وجهات جديدة والترويج لها مع التفكير في تأثير وتطوير السياحة الأيكولوجية والثقافية واستثمار خيارات الأقالم الجنوبية في مشاريع سياحية ذات امتداد إفريقي تماشيا مع السياسة المولوية الرشيدة للملك محمد السادس الرمية لجعل الصحراء المغربية بوابة العالم على القارة الإفريقية ولمناقشة هذا الموضوع ومن مراكش نربط الاتصال المباشر بالسيد محمد ممنصور رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب مرحبا بك سيدي إذن ما هي أهم محاور ومرتكزات الرؤية الجديدة والاستباقية لقطاع النقل السياحي التي تراهنون عليها في أفق احتدان المغرب لتظاهرات عالمية كبرى خاصة رياضية شكرا جزيلا الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي اليوم تنظم هذا الملتقى لتعميق النقاش حول واقع وآفق قطاع النقل السياحي وفق رؤية استباقية لإنجاح التظاهرات التي تحتضنها بلادنا كيفما كان عرفوه القطاع دينا ووحد القطاع اليوم لكي يكون دائما في بوابة المطار أول من يستقبل وأول من يودع الزبناء دينا اليوم الاستراتيجية التي تنخدم عليها اليوم يعني فيها ثلاثة محاور أولا يعني هو تطوير أو تكوين الكوادير دينا لأننا فقدنا واحد الأعداد كبير في التوقف الأخير واليوم باش نستقبلوا واحد الأعداد كبير خصنا حافلات خصنا يعني تجويد الخدمات ديال الأسطول دينا خصنا الكوادير دينا تكون على أتم الاستهداد وكذلك البحث على التمويل يعني الملائم لهذا الأسطول دينا لكي يتماشى مع نوعية ديال الاستثمارات دينا وكذلك يعني اليوم الحمد لله كانت وزارة سياحة ووزارة النقل يعني بجانبنا للاستماع المهنيين ولمحاولة تنزيل يعني هذا الأسطول تجيب على أرض الواقع نعم طيب ما هي المقاربة التشاركية المعتمدة من أجل رفع التحديات القائمة وتحقيق التنمية المستدامة وتطوير القطاع السياحي بشكل عام بما أننا يعني المغرب مقبل على استقبال عدة ملتقيات أبرزها يعني كأس إفريقيا وكأس العالم غادي تعرف البلد دينا الزيارة ديال واحد العدد كبير ديال الوفود السياحية النقل السياحي بدوره يعني من بين هاد السلسلة السياحية وكن طمحوا إن شاء الله الرحمن الرحيم بش هاد الزبناء هادو يكونوا وسيلة بش نستطمروا هاد الزبناء لأن المرحلة لأن الهدف وما بعد كأس العالم بش نستطمروا هاد الوفود هادو هادو المشاركين لغادي يكونوا عندنا والزوار لما بعد كأس العالم بش يكونوا هما وسيلة للإشهار أو لوسيلة التعريف بالوجهة السياحية المغربية لليوم هي سلسلة متنوعة يعني اللي هي وجهة متنوعة أو وجهة تنافسية وهذا هو الضر ديالنا إن شاء الله الرحمن الرحيم ونحن يعني لأتم الاستعداد أسيد محمد بامنصور رئيس الفيدرالي الوطني للنقل السياحي بالمغرب شكرا لك على كل هذه الإضاءات كنت معنا مباشرة من مراكش ومشاهدين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تنظم جمعية محاربة السيدة النسخة العاشرة لعملية سيداكسيون بالمغرب 2024 حملة للتوعية والتحسيس وجمع التبرعات على الصعيد الوطني طيلة شهر دجمبر المقبل ليلى عسلي ومحمد العروي الوقاية من السيدة والالتهابات الكبدي الفيروسية وضمان ولوج الأشخاص المتعايشين مع الفيروس للعلاج وخدمات التكافل الشاملة من بين أهداف جمعية محاربة السيدة والتي تطلق اليوم النسخة العاشرة من سيداكسيون المغرب تزامنا وتخليد اليوم العالمي لمحاربة السيدة عملية تركز هذا العام على فئة الشباب كونها الفئة الأكثر إصابة بداء فقدان المناعة المكتسبة أكثر من 40% من الإصابات الجديدة كتتوقع ما بين الشباب اللي الأعمار ديالهم كتتروح بين 15-30 سنة وهذا يدل على شيء يدل على أن الشباب ما زال ما عندوش المعلومة الكاملة والصحيحة حول هذا المرض كيفاش يتنقلوا كيفاش يمكنوا يحمي نفسه فلهذا ركزنا هذا العام على الشباب ما يقارب 50 ألف اختبار للكشف عن فيروس نقص المناعة البشري قامت به الجمعية إبان العام الماضي نتائج 720 كانت إيجابية قيلة السنة الماضية تقريباً قدرنا نغطيه تقريباً 70 ألف من الأشخاص اللي كانت مولادة لفئات عن طريق التدخل عن قرب وكذلك 11 ألف عن طريق التدخل عبر الوسائل الاجتماعية للوقاية وكذلك كانت تقريباً تحليلاً من جميع الفئات حملة هذا العام تهدف إلى جمع تمويلات التي ستمكن الجمعية من ضمان استمرارية برامجها المخصصة لرعاية الأشخاص المتعيشين مع فيروس نقص المناعة البشري فضلاً عن تنظيم ورشات توعبية حول سبول الوقاية من هذا الداء في دورة 18 توج برنامج المواهب الشابة المغربية لوريال اليونسكو خمس باحثات طورنا مشاريع علمية ذات أثر نفعي بالنسبة للإنسان كما للبيئة جائزة من أجل المرأة في العلوم تسعى إلى تعزيز الحضور النسائي في ميدان البحث العلمي سمير عصبان المهديش طيبي ونوردين الوباني احتفاء بالشغف العلمي وبروح الابتكار بصيغة المؤنس خمس باحثات مغربيات ضمنهن ثلاث مغربيات يتوجن ضمن نسخة الثامن عشر لبرنامج المواهب الشابة المغربية لوريال اليونسكو الذكاء الاصطناعي علم الفضاء البيولوجيا كما الفيزياء كلها مجالات ابتكار الباحثات المتوجات اللائقة دمنا حلولا علمية مختلفة لفائدة الإنسان والبيئة المشروع البحث ديالي هو إلى حساب المسارات ديال الشهوب المشروع ديالي هو أن ننستلل دي كاميرا في المغرب كامل اللي كيقدروا يرقبوا هالشهوب ويكابتوريهم الهدف من هالشيه هو أنه كنقدم علان لقاء المصدر ديالهم يعني الكوكبات والمدنبات اللي جايين منهم نو سويتو انكوراجي لجون شرشوز نتطلع إلى تشجيع الباحثات الشابات اللي يحملن مشاريع علمية مهمة ويحتجن للمساعدة ونحن نعلم أن هناك العديد من النساء الباحثات في مجال العلوم والحاصلات على الدكتوراه لكنهن لم يستطعن مواصلة رحلة البحث العلمي إما بسبب قلة الإمكانيات أو لعوامل مرتبطة بالظروف لأن العالم في حاجة إلى العلم ولأن العلم في حاجة إلى النساء شعار هذا البنامج الذي يحتفي بباحثات يتقسمن نفس الشغفة والفضول المعرفي منذ انطلاقه توجه هذا البنامج تسعين باحثة شابة في المنطقة المغاربية تقديراً لتمييزهن العلمي هذه المنحة تمثل بالنسبة لي اعترافاً بمصاري العلمي وتحفيزاً لي على مواصلة طموحات العلمية الهدف من هذا البرنامج هو تشجيع خمس باحثات كل سنة في مجال العلوم في المنطقة المغاربية من أجل مواصلة مصاريهن وتطوير مشاريعهن العلمية كما نتطلع أيضاً إلى دعم حضور المرأة المغاربية في مجال البحث العلمي يسعى هذا البرنامج إلى دعم الحضور الفعال للمرأة في مجال العلوم وتشجيع شاباتي عن الابتكار العلمي في الوقت الذي تفيد فيه تقارير اليونيسكو أنه في العالم شخص واحد فقط من بين ثلاثة أشخاص باحثين امرأة أما في المغرب فـ 29% فقط من الباحثين في الميدان العلمي من الإناث ونختم مشاهدنا بالرياضة حيث تم صباح اليوم بأجدير تقديم الفرق المشاركة بدوري التحدي لدوري يجمع بين أو يجمع عشرين بلداً إفريقياً لاعبات المغرب يدشن المشاركة الرابعة للمغرب بهدف منافسة جنوب إفريقيا الأكثر تتويجاً بالمسابقة خالد أزدون ومحمد نصيري أجدير أرض الغولف الأفريقي عبر دوري أفريكاتور للغولف إينات المملكة وعبر الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف استضافت كبريات التظاهرات العالمية جاءت دور هذا العام على هذه التظاهر الأفريقي التي تضم عشرين بلداً اليوم كان لدينا الافتتاح دوري الأفريقي للإينات وعندنا عشرين دولة إفريقية لجاية تشارك على هذا اللقب الأحسن فريق إفريقي إن شاء الله ستكون واحد تظاهره في مستوى عالي ونجاو إذا ما عندهم واحد لبنط كبيرة بشير بحوهد اللقب المتخب المغربي إينات يسعى بدوري لضم لقب هذه الدورة ومنافسة منتخب جنوب أفريقيا صاحب الأربعة عشر لقبان هذه المشاركة الرابعة للمغرب معتمدة لعبات شابات تتقدم هنا صوفيا شريفة سقلي خمسة عشر سنة فقط نحن فرحانين هذا اليوم المشاركة للأول أفريقيا تشاركت غوفي هي مباراة تجمع السيدات في أفريقا هذه السنة جاءت عشرين دولة أفريقية اللي شاركت في هذه المباراة والبنات الحمد لله في المستوى وإن شاء الله نتمنى ولن توفيق هكذا أكدت الجامعة الملكية المغربية للغولف على التزامها وإسهامها في إشعاع رياضة الغولف النسوي بالقارة الصمرة موظفة كل الإمكانية التي تستجيب للمعايير الدولية إلى التذكير بالعنوين هنغاريا تعرب عن دعمها للجهود التي تبذلها المملكة لحال قضية الصحراء المغربية ولمخطط الحكم الذاتي معتبرة إياه الأساس الأكثر مصداقية لتسوية هذا النزاع المفتعل جاء ذلك في بيان مشترك وقعه وزيرة خارجية البلدين بالرباط انطلاق النسخة الثانية من يوم الأمن السيبراني نسخة يشارك فيها مختصون ومهتمون وطنيون ودوليون وشركات خاصة وعامة وخلالها مناقشة لأولويات المغرب في مواجهة التهديدات الإلكترونية خلال 2025 بمراكش افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من الملتقى الوطني للسياحة مناسبة يلتأم خلالها بيانيو القطاع من أجل تدارس أوضاعه واستشراف مستقبل الترافع عن مصالحه مع تعزيز التواصل والتعاون مع مختلف شركائه شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة